أستاذة هند السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته تفضلي إذن حضرتك أسحام ورداني فضل ونعمة الحمد لله أنا أكاد كده أشكر حضرتك عن الحلقة وأنا عم طبع حضرتك وبحضر لحضرتك وهنا أصابر اللي هو في أكتوبر الله يبارك في حضرتك يا رب يحفظك ويديك الصحة أعجب أبا حضرتك الحلقة بتاعت المهات ده هو تفتحنا اللي بيحصل في الحياة عن مصر بس لي حاجات ديادة ممكن الزوج والزوج ممكن موضوع تطور قوي من درجة أن أنا ممكن أخذ موقف وفي حاجات كثيرة أو ديادة فأنا بحاول أن أتكلم مع حد ما كنت بحاول أن أصل لمولانا علي جمعة محدش من بيوصلني أنا دلوقتي أنا وجود في العباد تمام؟ وهو عارف التعب اللي عندي وأنا بحاول أن أصل لحد لمولانا علي جمعة مش عارفين وحاول أن أنا عايد أخذ ورد عايد أخش في الطريقة طيب هو السؤال سؤال حضرتك إزاي تتعاملي مع زوجك اللي هو إن الحوار بيتطورت كل ما بيتختلفوا مع بعض ويبدو أن يعني حلقة حضرتك الحلقة تحت النوار دا كلامك كله هو دا اللي بيحصل في الحياة عن مدنة طيب فحضرتك بتقولي إزاي أتعامل مع زوجي اللي هو أتعبان وبيوصل الخلاف بيننا طول الوقت إلى مستويات صعبة جدا جدا أنا ما بقدرش أتعامل معها وأنا بحاول أصبر نفسه يا مولانا هو بيحصل إن أنا بأخذ منه موقف طيب أنا أرد على حضرتك بصوا يا جماعة في بعض الظروف الخاصة مع الأزواج بيبقى الزوج نفسه حاسس دايما بالتهديد وحاسس إن فيه نظرة ممكن تكون نظرة دونية بتتبصله بسبب مشكلة عنده أو بسبب حالة هو فيها فبيخلي الحوار على أي نقطة أي نقطة طبيعية يتحول إلى حوار متفجر أو يتحول الحوار على نقطة الخلاف إلى حوار يتسبب في إنه هو يهين لأنه في الحقيقة بيبقى عايز يحصل حالة من حالات الجفة والبعد عشان النقطة اللي هو شايف إنه هو مقصر فيها أو النقطة اللي هو حاسس إنه هو مش مناسب فيها ما يتضغطش عليها فيعمل إيه؟ فيرتضي إنه يحصل بعد وجفوة أفضل ما يحصل وجع وألم بالنسباله بسبب النقطة اللي هي فيه مشكلة عنده طب نعمل إيه؟ نبتعد عن كل شكل بيهدده أو بيفكره في النقطة اللي هو تعبان فيها نبتعد بكل الأسديب بكل الطرق فساعتها يحس إنه إحنا في أمان وساعتها يبتدي الكلام والحوار يتسع ويبتدي نقض نتكلم مع بعض في موضوعات بعيدة عن الخلاف وبعد كده عن كون إحنا تأهلنا وتعودنا على الكلام مع بعض والنقاش مع بعض وبعد كده نتكلم في النقاط الخلافية وإن شاء الله دي طريقة إن كانت شوية بطيئة لكنها أنجع وقفيت بكتير للألفة وكمان لحل المشكلات وما يسمى بالانسداد الحواري ده زي ما يقوله كده ده طريقة بتسلك مواسير الحوار وتخلي الحوار ينسال وإن شاء الله يكون في كل خير وفي كل فضل إن شاء الله اشتركوا في القناة